السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ سنة الاولى متوسط شو لا تكونوا كامل بخير اليوم اعزائي التلميذ جبت لكم وضع ادماجية عن اللوحة الرقمية لتابلت نوميغيك ولنا تابلت تاكتيل قبل ما نبدأ هذا الفيديو اعزائي التلميذ تنسوش تدعموني باعجاباتكم وتشتركوا بالقناة وتضغطوا على زي الجرس بشي وصلكم كل جديد وهذا دائما فضلا وليس امرا هاي نبدأ على بركة الله ولاحظة فقط اعزائي التلميذ ولا تذكروا معايا في الفيديو السابق ليش هنا فيه اختبار الفصل الثاني قطولكم دخلوا هات الوضعية ندروها في فيديو واحدها اليوم راح نديروا هات الوضعية مع بعض حول اللوحة الرقمية لتابلت نوميغيك واللي هي يعني عبارة عن اختراع علمي وحنا شفنا يعني كذلك عدد اختراعات منها لتالفون بورتابل لانتقنات حنخليلكم رابط هات الوضعيات في صندوق الوصف أيضا خليلكم رابط هات الاختيبار في أسفال الفيديو بسك لو كان مشوفت الاختيبار روح شوفوا يعني قبل مجي تشوف هات الوضعيات يحلوا واحدك مش تشوف المستوى والنبو تاعك ونرح يدور ألوغ هاي نبدأوا مع بعض نشوفوا المكلب وشقالك تشوفوا المستوى تشوفوا المستوى تشوفوا المستوى تشوفوا المستوى بين هاد الوضع هاد الاجابيات عندنا لاتابلت تاكتيل يعني اللوحة الرقمية عندما تدعون بمساعدة المعلومات الدونية في هاد الاجابيات تشوفوا المستوى نعطيكم فقط ملاحظة ولا تذكروا معي اعزائي تناميز شوفنا وقدرنا وضعيات مقبل استعملنا فيه نوع يعني نوع عندنا يونا بلان ويونا بلوشيور تيب دو تكس عندنا بزاف انواع من انواع النصوص عندنا تكس اوه امونتاتيف تكس اكسبيكاتيف حنا لو كان ذكروا لك اكتب نص تفسيري تكرر لك عطاك اللوه هاده اكسبيكاتيف لازم معلك تتقيد بالمطلوب تكتب نص بالمنهجية يعني تعال نص تفسيري ما تروحش تستعمل منهجية النص الحيجاجي واللي هو لوتكس اوه امونتاتيف بالك و تغلطوا بس كلو كان تروح تدلوا منهجية النص الحيجاجي هو قل لك اكتب نص تفسيري راح يمدلك يعني ينحيلك بزاف ملك و ينحيلك بزاف النيقات لغ بالك و تغلطوا تقول لك اكسبيكاتيف روح يعني اكتب نص خالي من الحجد تماما باشكو انا عارفو في التكست نستعملو الحجاج والبراهين لكن في التكست يعني تتعفلو كنت خير نستعملو فقط نشرحو نفسرو فقط هاد الهد الموضوع بطريقة يعني شرحية او تفسيرية باكو تغلطوا يعني باكو تغلطوا باكو تغلطوا باكو تغلطوا باكو تغلطوا يعني نص يكون سامبل يكون باسط اذكر كما قلتلكم يحتوي على مقدمة عرض و خاتمة فالعرض يكون سامبل تحضر يعني على فوائد بطريقة بسيطة باكو تغلطوا باكو تغلطوا او تكتب نص حجاجي لازم عليك تكتب نص في حجد تستعمل دعباء وتذكر الفائدة الاولى انسويت يعني منهجية سهلة انا قلتلكم تخليكم جميع الوضعيات في صندوق الوصل لازم تشوفوا كل نوع من النص وكل نوع من الوضعية عندها منهجية عفوا خاصة بها قلنا راح ننشئو نص تفسيري يعني من نحاضر على على فوائد او ايجابيات اللوحة الرقمية هو عبارة عن اختراع علمي يعني في هذا الفصل الثاني ولا في هذا الوحدة يمدلكم يعني جميع الموث الفرد يمدلكم نص يعني يحدر على التلوث يعني شيء من هذا القابل لكن في الوضعية مش يحدلكم على التلوث او من هذا القابل يعني سيغار يحطلكم يقول لكم يعني اكتب وضعية على التلوث أنا يعني دلنقع الاحتمالات وقد ادرتلكم وضعيات عن التلوث يعني جميع أنواع التلوث ورح ندل لكم تانية وضعيات يعني جميع الاختراعات العلمية أقول لك أن نحط مدل لكم وضعيات هذا على التلوث تكون عندك معلومات قابلية ولا قال لك تكر يعني أو يعني هدر على اختراع علمي أيضا تكون عندكم معلومات عليها يعني ما تحصلوش قلنا هنهدر على الليبيان في دولة تابلات نشوفوا هاد هاد تابلو قبل أعطونا الكريتير دوريوشيت رسبيكت هاو ش قال لك لازتشوكتور دو تيكس إكسبليكاتي هنه راهو زيد يدقق لك قال لك احترم الهيكل نص تفسيري نص تفسيري وش يكون عبارة عن مقدمة عرض وخاتمة هنه عندنا المشكلة عنا في العرض في العرض توجو في النص تفسيري حاجة سهلة تكون يعني أهدر بأسلوبك الخاص لكن يعني بالتبسيط بتروح تقول لكم بتكررش الحوجج قال لك قلق امploى لبروزده دهكس لكس بيكاشن عنا ديفنشون رفمولاشن في اللي دوك احنا استعمل رفمولاشن إعداد سياغة وديفنشون اللي هي التعريف أنا دكلكم كلش وضفت لكم كلش في الوضعية اللي حنشوفوها قال لك إعداد سياغة لكما تدفون لك بشرح أو بشرح يعني صرف الافعال اللي حت وضفهم في الوضعية في برز點 في المضارع الباسك ولا في الماضي المركب يعني نعطيكم فقط نصيحة ما تستعملوش الأفعال في الماضي المراكب بس كو جيكم زي سعيبا تستعملو أفعال سمبل في البرزن عادي توجور كيمدلك يعني في هذا العام راح تكتب وضعية توجور تنشأها أو تكتبها تستعمل فيها أفعال تكون مصرفة في البرزن في المضارع الباسط دو بريفيرونس ألو روح نشوفوا الطابلة بتاعنا عنا لتتر للطابلات نميري يعني لو تتر تاع الوضعية تاعة تكتب لطابلات نميري ولا نقلك لطابلات تاكتيل بصح يعني كما حبيته هنا عدكم لشوا تكتب طابلات تاكتيل ولا طابلات نميري كيستيون احنا مش قلت لكم في هذا العام يعني لكم رايحين تكتبوا وضعيات من نوع خاص يعني في كل وضعية لازم عليكم تكتبوا لعفازة كيستيون معناها العبارة اللي تستعملوها في طرح سؤال تطرحوا بها السؤال يعني لازم في الانتروجيكسون عفون تكتبوا سؤال هادك السؤال وشنو هو الغارض منه وشنو هو الدور تاعه انكم تستفتحوا به العرض يعني لكم رايحين ضكوا واحد القارئ يجي يقرأ يحبس في الديفينيشون كيشوف هذا السؤال راح يعرف في العرض وش راح يكون راح يكون إجابة عن هادك السؤال للقراه يعني عنا لذرب كومونيكي عنا يتواصل جوي يلعب يكوتي يسمع شرشي يبحث رغردي يرى ترمت يسمع فاشيليتي يسهل عنا اسمع نميريك عفوان صيفات نميريك تكتيل بورتابل بو تيرابي نميريك رقمي تكتيل يعني عنده علاقة باللمس بورتابل محمول بتي صغير رابيد سريع عنا لذلك الاسمع تابلت موين كوميونكاشن عنا تابلت لوحة موين أداة كوميونكاشن تواصل عنا بيمفي يعني إيجابية أو فوائد لا في الحياة ميني أورديناتور يعني حسب بشكل صغير انفورماشون معلومات موزيك هي موسيقة يعني بيستعمل هات الكلمات كو الموضع هي تاعك نبدأ وننشئو الوضعية حجر سهلا مليكم غير تتبعو معايا حنا سيبون لك انجسترين هال الكلمات اللي مدهونا في التابلوت ونستعملوهم بش نكونوا وضعية تعنا حجر سهلا مليكم غير تتبعو معايا على هذه الوضعية تعنا أول حاجة أول خطوة دائما في إنشاء أي وضعية ولا أي نصف يعني النوع وشيكون حجر تفسيري حوار كتبو لتتخ العنوان كتبو لتتخ حتقدر على التليفون كتب لتليفون كتب لتخ يعني يعني من حتقدر كتب لتدو اللي حبو لا تابلت تاكتيل ولا قالوا لكم لا تابلت نيميغي يعني اللي تحب عندك الخيئة بس كنتم بنفس المعنى حنا استعملنا كتابة جملة أخرى عندها نفس المعنى ولا توضح المعنى تعلجملة سابقة وكتبو واحد ما يعرفش تابلت تاكتيل جمتلا لمو تاكتيل انا استعمل رفورمياشون بش هدك القار يفهم اوترمون دي لغدواز إلكتريك اللوحة الرقمية أو الإلكتريك على لتابلت تاكتيل اوترمون دي لغدواز نيميوري لغدواز إلكتريك تاكتيل بشيء نبدأ لانتق بت heated دي الهدك رفورمياشون childhood جملة بشيء كيف زدت نستعين بشيء ؟ أترمين دي مون كمميكاشيون مودرن هادثة في ديفنشن يعني ترى سمبل بسيطة جدا اللوحة الرقمية هي أداة التواصل يعني حادثة أداة التواصل مودرن حادثة الصناع أو حادثة الاختراع بهاد السطل إذا نريد كمميكاشيون مودرن مش داناتوكا مدينا تعريف حنا دايما في تكس إكسبيكاتيف ولا نبور تيب دو تكس تمد في الإنتروليوشن في المقدمة تمد تعريف أو لمحة على الموضوح التي تتطرق عليه في النص تاعك والوضعية تاعك ثاني خطوة قلنا تذكر سؤال هما مدونك سهلوها عليكم سهلوها عليكم يعني بزعف عندكم مدونكم هناك سؤال ولا يعني هذا إجباري يعني حاجة كيمدونها لكم كيمدونك حاجة لازم تدروها مدونكم لوتيتر يعني سيطوب ليجي تكتب لوتيتر مدونكم لعاكس تشيك سؤال نششيك قال لك مي كالسون سي بيانفة قلتكم سهلوها عليكم نروح لنقلوا ديراكتمو مي كالسون سي بيانفة وشنو هي الفوائد تاحا الإجوية تاحا ولا نعطيكم إستثناء يعني قلنا نمدوك على الإحتمالات ولا نمدو لكم ممدوكم ش سؤال وشتروح تدير أحفظ هذا السؤال هذا ما كان فرسكو الجنرال مو يتحضروا على البيانفة على الفوائد ولكن قلنا نتحضر على لزن كونفينيون لزن كونفينيون هما السيليبيات وشتروح تدير مي كالسون سي مالفة لزن كونفينيون يعني أحفظ هذا السؤال هنا غير بك الكلمة على حسب الموضوع لذلك الانتروجشون تعنا هي لاتابلت تاكتيل أخر ماندي لعضوز إلكتريك اتا نوتي دو كوميوكاشون مودرن مي كالسون سي بيانفة هذا السؤال إجبار يعني مشي من المستحسن لازم عليك تديره هادلعو يعني مقرر لذلك المقادمة تعنا نروحو للعرض للعرض تروح تدخل في الموضوع ديغاكتامو قلت لكم نقرر لكم لو كان قال لك تكست أرغمونتاتيف اكتب هادلعرض غدتحول وهذا النص غدتحول لتكست أرغمونتاتيف يعني بسهولة هنا ديغاك دابور انسويت انفا سهلا في الإكسplicاتيف مدير ني دابور ني انسويت ني انفا ديراكتامو ابدال تصرح نتحدر على الموضوع تعاك هنا قلنا الحدول على البيانفا وشو قالوا هنا قلنا الحدول على البيانفا منطقي وشكري وشكري هنا في الموضوع الانفاق نجف على البيانفاق يجب على البيانفاق ويجب أن يستطع على يعطن هذا الموضوع أشياء هذا قام بزيارة معلمات ووشفل على نت يعني في الانترنت Elle est un moyen de distraction يعني distraction هي ترفيح يعني هي عادة للترفيح غراس هال بفضليها on peut jouer يعني نقدرو نلاعبو écoutez la musique هالك نمدو لك في اللي verب jouer, écoutez, regarder يعني هم غاد on peut jouer نقدرو نلاعبو écoutez la musique يعني سما الموسيقى et regarder de video ومشاهدة فيديوهات هذا ما كان اذكر فائدتين او ثلاث فوائد يعني منترحش تذكر بزا فوائد ما تخلطت عليك نو النص دعك يجب يكون simple يكون باسط معليك غير تدير الوضعيات يعني بطريقة سهلة وباسطة ثاني شي دير العرض يعني بدأ تسرح وفي السر لكن تأيمن بطريقة بسيطة ما تحاولوش تتسلسو نو تجو يجب تكون simple ديرها جمليها وتكون presentable يعني في الخاتمة عندكم الحرية حبيتوا ما تديروهاش تستانعوا عليها كم حبيتوا ديروها كما حبيتوا لقد أعندكم راسد لغة مليح ديروها ولا حافظوا التابلت تكتيل اتانو تتخبيني فيك التلفون التربل اتانو تتخبيني فيك الأوضيناتور اتانو تتخبيني فيك يعني هاد نبدوكم هاد العبارات أو هاد الجمل تستعملوهم فقا لزافنشو تقول حبيت زيما تقدر على الأوضيناتور الأوضيناتور يتانو تتخبيني فيك هو آداد يعني مفيدة جدا الهاتف نفس الشيء يعني أي اختراع تقدر تستعمل فيه هاد العبارة هاد هاد نصحكم أحفظها أحفظ كيف تكتب باقون خلا زود نازم تحفظ الكلمات نازم تحفظ الكلمات كتشوف كلمة مرة أخرى تعرف معنا تحفظ وخزين تشوف كلمة إيقوتي تارف معنا تحفظ معنا تسمع تشوف كلمة ترفيه تشوف معلومات البيان فهد هاد هوا الموكلي البيان فهما يعني الإيجابية أو الفوائد الإيجابية الإيجابية تعفون الإيجابية هاد هوا كايز متحفظهم وفاية يعني حد السعالة معنا يتركز ثم يعني خاصكم فقط التركيز سرعتكم أعزائي تبعتوا معي وهمتم معي خطوة بخطوة كما قلت لكم خليت لكم جميع الوضعيات وخليت لكم مرابط الاختبار في صندوق الوصف قلت لكم سرعتكم وتبعتوا معي وهمتم معي خطوة بخطوة نتلقى وصلاح في عدل جديد مع السلامة